ثم ننطلق وننشطلق مبعضنا في موضوع جديد اللي هو الفرق ما بين الخجل والخرس الانتقائي الخرس الانتقائي ما يعبر عنه بالمصطلح الفرنسي هو اذتراب نفسي يتسبب فيه قلق مركب نلقاوه فيه الصغير اللي هو غير قادر على الكلام أو التواصل بفاعلية في مواقف اجتماعية منطقات يعني كيف الدراسة ولكن نلقاوه قادر على الكلام وتواصل في مواقف اجتماعية أخرى وقت اللي يكون مثلا فيها صغير مرتاح ويحس بالأمان والحماية كيف الدار وأكثر من 90% من الصغر اللي يعانيه من الخرس الانتقائي يعانيه زادا من القلق الاجتماعي أو الرهاب الاجتماعي ما يعبر عنه بالمصطلح الفرنسي وتختلف أعراض الخرس الانتقائي عند الصغر نلقاوه اللي يعاني من الخرس الانتقائي الكامل يتكلمه كان مع مجموعة قليلة من ناس اللي يحسوا معهم بالأمان أكثر الوقت يتكلمه في شكل همس وينجو زادا من الخوف في المواقف الاجتماعية وإلا من غير تعابير تواصلية ضرورية للتواصل الاجتماعي ومعظم الصغر اللي يعانيه من هذا الاثتراب تكون الدرجة متاعه خفيفة فتلقاه يتواصل مع زميل واحد فقط داخل القسم ولكن غير قادل على التواصل مع المربي وسعادته يصفوه البعض بطريقة خاطئة على كونه حالة حشمة أو خجل وما نفهموش اللي هي حالة مرضية ما يعبر عنه بالخرس الانتقائي وبهكا خليكم مع موجة الحياة فهم الموجة الإيجابية للصحة النفسية اشتركوا في القناة